قرآن قرآن ما كنت أقدر على قراءة القرآن الكريم في الصغر حاول عدد من الأساتذة أن يعلموني ولكنهم ما استطاعوا ذلك مع أن كثيرا من الأطفال الذين كانوا أصغر مني ختموا القرآن الكريم ولكنني للأسف ما استطعت ذلك والبعض كان يقدح فيي بسبب ذلك عندما يأس وعجز جميع أساتذتي عن تعليم قراءة القرآن قالت لي أمي أنا سأعلمك قراءة القرآن الكريم وبدأت تعلمني وواصلت سعيها بقراءة كلمتين فقط قرابة ساعة ونصف رغم سعيها ما استطعت قراءتهما وفي نهاية المطاف بدأت أمي تبكي وواصلت البكاء رافعة يديها تدعو لي حتى استجاب الله تعالى دعائها فأصابني شغف ولهج لقراءة القرآن الكريم بشكل غريب حتى حفظته في عشرة أشهر وكان حفظي متقنا جدا لأنني كنت أراجعه غيبا دائما بقصد تثبيته فهذا ما أكرمني الله تعالى به كان نتيجة دعائي وتضرع أمي إلى الله تعالى إخواني تذكروا إذا ما كانت أمهاتكم على قيد الحياة فإن مفتاح استجابة الدعاء ما زال لديكم أيضا فاجتهد أخي في خدمة والدتك واسعى إلى إرضائها حتى تنال أدعيتها من صميم قلبها قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة